الراديو تسعين تسعين هواها مصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام على راديو تسعين تسعين وبرنامجكم لعلهم يفقهون معكم الشيخ خالد الجندي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا على خير وعلى نعمة وعلى فضل من الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات التي من الله تبارك وتعالى بها علينا بالمن والجود والإكرام والإحسان هذه أيام نتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح هذا هو شهر القراء هذا هو شهر شعبان الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى الشهر الذي يستعد فيه الصالحون لهذه المغفرة وهذا العفو وهذا الكرم وهذا الجود وهذا الإحسان من الله سبحانه وتعالى جل وعلا هي في شهر شعبان التي تحتفل الأمة بهذه الذكرى العطرة التي حدثت وهي الحقيقة علامة فارقة في تاريخ الأمة المسلمة وهي ذكرى تحويل القبلة لما نقول وتحولت القبلة حيلتفت الناس بشكل يعني يثير الدهشة ما معنى تحولت القبلة القبلة يعني الوجهة القبلة يعني الوجهة وحكاية القبلة دي على فكرة مهمة جدا أنا عاوزك وتأخذوا بالكم منها لأن كلمة قبلة مش مش معناها الوجهة يعني الاتجاه الذي يتجي إليها المرء آه تمام كلام سليم إنما يعني أمر لا يمكن التفرط فيه دي الوجهة دي القبلة تغيير تغيير القبلة ده يعني ده ده أمر في منتهى الخطورة في تاريخ الأمة الإسلامية التي حدثت في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وفي السيرة النبوية العطرة أمر في منتهى الخطورة يعني أمر عجيب لكن لو أنت دققت شوية حتجد حاجة غريبة تفتكروا ربنا سبحانه وتعالى لجهة معينة يعني تقدر تقول لي حشل الله طبعا يعني تقدر تقول لي ربنا اللي عايز يترجه لربنا يروح للشمال أو للشرق أو للجنوب أو للشمال الشرقي أو للجنوب الغربي أو للغرب يعني إيه بالزبط يعني لا الجواب إن ربنا سبحانه وتعالى منزه عن المكان والزمان لا يحده زمان ولا يحده مكان ده أذكران القرآن بلك والله من ورائهم محيط يبقى إذا كان ربنا سبحانه وتعالى محيط بخلقه محيط بعباده يبقى لا يمكن أبداً إن واحد يقولك إن فيه جهة أو وجهة معينة هي الناحية التي يجب أن تتجه إليها لكي تصل إلى الله تبارك وتعالى أمان حكاية القبلة دي إيه؟ دي شيء رمزي نسك نسك شفت بقى الكلام مهم إزاي إنك تعرف معناه؟ إيه وعا تفتكر إن إحنا عشان بنتجه إلى الكعبة يبقى هو ربنا موجود في الاتجاه ده لا ربنا بقول وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى جل وعلا فإذا كانت المسألة مسألة نسك وهو منزه عن المكان والزمان ولا يحده زمان ولا يحده مكان يبقى لازم تعرف إن الكعبة هي شيء رمزي وضعه الله عز وجل ليكون شعيرة ونسكا للوجهة التي يجب أن يتجه المسلم عليها علشان كده حتى بيقولك إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هذا الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم كلام جميل يعني معنى كده إن القبلة ما هي إلا رمز هذا الرمز يسمى رمز توجه هذا الرمز المسمى برمز التوجه هو شعيرة وهذه الشعيرة إنما هي نسك وهذا النسك إنما هو من وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيصبح الالتزام بهذه الوجهة وبهذا النسك إنما هو استجابة لأمر الله تبارك وتعالى وامتثالا لمراده ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا سلام دينه العظيم لذلك القبلة بتاعتنا اللي نحن بنتوجه فيها إلى الكعبة دي يعني خد بالحضرتك لو أنت دققت قوي حتلاقي إنه ليست مقصودة لذاتها يا فاهمني شوية وخدني بالراحة عشان أقدر أفهم أقول لحضرتك لو تصورت لو لو تصورت إن حضرتك مثلا يعني مثلا لو تصورت إن حضرتك واقف فوق الكعبة كويس مثلا انت واقفين دلوقتي واقف فوق الكعبة وهم بيصلوا الظهر مثلا تقدر توصف لي اللي انت شايفه آه انت واقفين واقف فوق الكعبة تقدر توصف لي اللي انت شايفه وهم بيصلوا الظهر أقول لك أنا هتلاقي ناس بتصلي كده وناس بتصلي عكسهم وشهم لوش بعض اللي عن ناحية الجدار اليمين بصين لوش في الوش لللي وقفين قدام الجدار اللي في شمال وفي ناس اللي وقفين قدام الجدار اللي قدامك وقفين في الصلاة وشهم في وش الناس اللي وقفين وراك الله ده بمعنى الكلام ده إيه معنى الكلام ده إن القبلة بتاعتهم الأربعة هم فوق الكعبة وانت واقفوا الكعبة لما وصلنا للنقطة زيرو هنسمي بقى الكعبة النقطة زيرو لما وصلنا للمقطة دي لقينا كلهم وشهم في وش بعض أم الفين القبلة آه أتار الموضوع جهة شوف افهم جهة ووجهة جهة ووجهة والجهة دي سموها جهة ليه علشان الوش اسمه وجه اللي قدامك اسمه وجه واللي خلفي اسمه ظهر فانت بتتوجه في الصلاة ناحية ما هو قبالة الوجه فسميت جهة وبعد كده سميت وجهة وبعد كده سميت قبلة الله أكبر شيء عجيب قبلة وجهة وكلام محترم وكلام جميل وواضح تماما ان احنا بنعملها كشعيرة وخدوا بالكو عشان كده يا جماعة لازم تفهم اللي هقولك عليه العبادات غير معقولة المعنى أقول تاني العبادات غير معقولة المعنى أي أن العبادة العبادة ما تتشرحش باللوجيك أو بالعقل أو بالمنطق لا 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 كلامنا ما يحصلش مش هتفهم يعني ليه المغرب ثلاث ركعات ليه العيشة أربع ركعات ليه الظهر أربع ركعات ليه الفجر ركعتين مثلا إحنا أخد بالك أنت عارف النسق نفسه النسق اللي هو العبادة الحج بنبوس حجر وبنلف حوالين حجر وبنضرب حجر بالبلد أنا بقولها لكم بشغل ولاد البلد يعني إيه معناها معناها إن إحنا بنقبل الحجر الأسود وبنطوف حول الكعبة وهي بناء حجري ما هوش زجاجي يعني ده بناء حجري تمام وبنرجم بأحجار حجر اللي هو الرمي الجمار مثلا هل هناك فضل لذاك الحجر على هذا الحجر لأن كلها مسبحة لله ما فيش حجر عاصي وحجر طائع كلها مسبحة لله عابدة لله أكتر من أي عابد ومتبتل إنما بنعمل كده ليه بتقدر تفهم بتقدرش عشان كده الورد عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إنه وقف أمام الحجر الأسود بيقول له كلام معين مهم جدا عاوزك تسمعه وتاخد بالك منه بيقول له والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يا خبر يا جماعة ده الموضوع بقى امتسال نعم هو امتسال هو خضوع هو تذلل هو إرادة إعلام الكون الكون بأكمال إن ليك كبير كبيرك يأمرك أنت بتطيع وتسمع الكلام هو سبحانه وتعالى كبيرنا هو الله كبيرنا هو الله كبيرنا هو الله ليس لنا خيرة أو ليس لنا اختيار مع الله فعل لما يريد لا رد لأمره لا معقبة لقضائه الفعل فعله المشيئته مشيئته إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول له وكون فيكون يبقى العبادات السيد المطاع وهو الله لما يأمر العبد لا بد أن يطيع الله وينصع لمراده حتى لو لم يفهم علة الأمر الذي من أجليه أمره الله سبحانه وتعالى جل وعلا يبقى ده مفهوم القبلة علشان كده القبلة لأنها عبارة عن أمر أو موضوع رمزي رمزي لو حصل إن الإنسان انحرف عنها قليلا بدون ما يقصد صلاة صحيحة لو اجتهد اجتهد وصلى لوجهها غلط صلاة صحيحة شوف أمال يقول لك إيه صل قائما فإن لم تقدر فقاعدا فإن لم تقدر فمضاجعا في مية وضع ما فيش مية يمم عارف الإبل توجه مش عارف الإبل ولله المشرق والمغرب فأينما توله فثم وجه الله مسافر اقصر في عندك ظرف اجمع فماذا بقي لك أكثر من ذلك يتيسير ونوع من أنواع الالتزام أهم حاجة عندي إنك إنت تتبقى عارف إن ده نوع من أنواع الالتزام فلما تيجي تتكلم عن النسك تعرف على طول إن إيه الدلالة النسك ليست الدلالة في عين النسك إنما الدلالة في التزامك بالنسك حتى لو لم تفهم علة النسك فهمت؟ طيب تعال بقى نشوف الأوامر الأوامر دي بتصدر من الأعلى إلى الأدنى ولا من الأدنى إلى الأعلى يعني القوي بيؤمر الضعيف ولا الضعيف بيؤمر قوي يعني الكبير بيؤمر صغير ولا صغير بيؤمر كبير يعني الأعلى هو اللي بيؤمر الأدنى ولا الأدنى هو اللي بيؤمر الأعلى كل اللي أنا بقوله ده أنت عارف إجاباته وبتقولها توماتيكي كده لوحدك فالمفروض أن الأعلى يقول للأدنى والأدنى يلتزم بما يقوله الأعلى طيب يعني إذا كان أبوك بيأمرك بأمر أبوك أعلى منك أبوك إذا أمرك أمر أنت أدنى أدنى من أبيك يعني أنت أقل من أبيك لا شك لحقارا بينك وبين والدك والدك يكسب والدك هو الأعلى فإذا صدر لك أمر من الوالد اللي هو الأعلى الأمر دو تواجب الإلزام عليك طيب افرد أنت مقتنعتش بالأمر افرد أنت مقتنعتش بالأمر هنا بقى الأمر يتوقف هل أبوك يديك الحرية أنك تعمل حاجة تانية بديلة ولا أبوك مصر على ما هو فيه طالما ما فيوش معصية قلنا لأنه لطعت لمخلوق في معصية الخالق لا الحقيقة الأمر إذا صدر من الأعلى إلى الأدمى أفاد الوجوب يا سلام يا سلام أي كلام ده هو اللي بقول لكم عليه دي قواعد الفقهاء الأمر إذا صدر من الأعلى إلى الأدمى أفاد إيه الوجوب الوجوب يعني يعني الإلزام ناخد مثال لو أنت حضرتك ما عد كده ولقيت الشرطي المرور أهو شرطي المرور دوت لسلطة أعلى من سلطتك في الميدان بتاع المرور اللي هو هو وقف ينظامه أمان للمجتمع حتى ظابط المرور ده أو رجل المرور ده في المكان لإيه عشان يدونه سلطة ولاش يشيله منه السلطة فعشان كده بيجي شرط المرور ينظم المرور طيب لو شرط المرور قال لك هات الرخص بتاعتك هل من حقيقة أنت متانعا عن إعطائه تلك الرخص طبعا لا حتسمع الكلام شوف لو المدرس بتاعك في الفصل قال لك اعمل الواجب ده خمس مرات ما تقولش والله أنا مش مقتنع أنا الحقيقة ما تقدرش لو دخلت في غرفة جراحة والطبيب بيقولك اعمل كذا عشان حنيعمل جراحة كذا وكذا وكذا وخد الدواء ده ومتاكلش الأكل ده تقول والله أنا مش وجهة نظري يا عمي انت بتكلم ايه الأمر إذا صدر من الأعلى إلى الأدنى أفاد الوجوب الأمر إذا صدر من الأعلى إلى الأدنى أفاد الوجوب الوجوب يعني الإلزام بس باختصار شديد فالمولى سبحانه وتعالى عندما يأمر بعزته وقدرته وجبروته قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فتغيير القبلة ده حدث حاجة عجيبة يعني 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 القبلة في الأول كانت ناحية المسجد الأقصى كانت ناحية بيت المقدس فلما كانت القبلة أمام عند بيت المقدس وصلى النبي وصلى صلى صلى ناحية سبعة عشر شهرا بعد مقدمه إلى المدينة سبعتاشر شهر يعني أنت بتتكلم حضرتك عن سنة ونص سنة ونص المسلمين اللي هم الصحابة خد بالك اللي هم مفيش حد يقدر يزايد عليهم رضي الله عنهم وارضهم متجهين في الصلاة لناحية إيه متجهين في الصلاة ناحية بيت المقدس فجأة ييجي الأمر بتغيير القبلة عشان بدل ما تبقى بيت المقدس تبقى المسجد الحرام تبقى الكعبة يا خابة ربي طبعا الموضوع بالنسبة للصحابة بالنسبة للصحابة كان سهل لأن الصحابة متضربين على الالتزام إنما محدش قاوح ولا حد جادل ولا حد تخانق ولا حد اعتارد ولا حد يا جماعة الموضوع ماشي بسلاسة غريبة جدا موضوع تغيير القبلة ده احنا بنحكيها كل سنة إنما الناس ما بتتوقفش لا تتوقف الناس عند المعنى والمغزى بتاع حركة التغيير القبلة دي حركة التغيير القبلة دي موضوع مش بسيط اللي هم علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا أول ما غير القبلة أول ما حصل تغيير القبلة فيها بقى دروس مهمة جدا 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 أول ما حصل تغيير القبلة المجتمع ساعتها انقسم إلى أربعة أقسام تصور المجتمع المدني اللي في المدينة انقسم الاربع اقسام المؤمنين انحازوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ايه سمعنا واطعنا ما لدول بتوان سمعنا واطعنا واذكوروا نعمات الله عليكم وميثقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا فضل عندنا بقى ثلاث اقسام تانين اليهود ادي واحد عباد الاصنام اللي هو المشركين ادي اتنين المنافقين ادي ثلاثة يبقى احنا عندنا كم جهة اثارت شغب تلاتة الجهة الرابعة ما اثارتش شغب لها المؤمنين يبقى عندنا دولة اربع الطواقف المجتمعية اللي كانت موجودة ساعتها اربع طواقف في المجتمع انا ذاك مشركين يهود منافقين مؤمنين قول المؤمنين سمعوا الكلام ما عندهمش منها شاكل دول اول ما حصل تغيير القبلة وهم بيصلوا رحوا مستدرين نحية القبلة الجديدة يا دار ما دخل اكشار ما فيش مشاكل ولا شغب ولا الامر سالسة خالص 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 كانت امه منظمة ما عندناش مشاكل انما تعالى بقى للمنافقين ولليهود وللمشركين المشركين قالوا ايه قالوا اه انتوا تعرفوا ليه ساب ابلته الاولانية وراح نحية المسجد الحرم للكعبة يعني بيتوجه للكعبة دحن للاصنام والالهة اللي كانت موجودة في قريش علشان كده يظهر عليه بدأ يعيد حساباته انه يتبع ديانة اهله تاني ويرجع لملة اباقه بتاع قريش ويعبد معهم اللاتة والعزة ينهر ابيض شفت المشركين فصروها ازاي قال لك يبقى حن بقى يا عم الحج لا يا عم الحج ده حن ده كده قال بشتاء لمكة والاهل لمكة شف المعنى معنى عجيب قوي طيب طب سيبنا من المشركين تعالى نتسلل كده ونشوف اليهود قالوا ايه لما المسلمين اتغيرت القبلة عندهم بص بقى اليهودي بقى رح قعد بقى الفلسفة كلها صباح الفلسفة وصباح العقل الحصيف اليهودي قال ايه قالوا لو كان ده محمد ده نبي فعلا ما كانش ترك مل قبلة الانبياء اللي كانوا قابله ده كل الانبياء اللي قابل منه كانوا بيتوجهوا ليه بيت المقدس ويبقى كونه يسيب بيت المقدس يبقى هذا دليل على انه مش نبي لانه لو كان نبي ما كانش يساب قبلة الانبياء اللي قابل كده يا خضر بيض أليعني 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 عزيز المستمع لما كان النبي عليه الصلاة والسلام متجه لبيت المقدس كانوا اليهود مرحبين أوي وكانوا اليهود سعداء أوي وكانوا اليهود مزقطتين أوي وكانوا اليهود بيتبعوهم وأمنين بي طيب مهو قاعد 17 شهر متجه إلى بيت المقدس وانتوا برضو ما أمنتوش بي مهو قاعد 17 شهر يعني سنة ونص ونايف سنة ونص وزيادة وهو متجه إلى بيت المقدس اللي هي قبلة الأنبياء اللي قبل كده وانتوا برضو كنتوا بيت عندوه وبتكفروا بيه وما أمنتوش بيه وما حاولتوش حتى تفكروا أنه نبيه لأخر الزمان ما عملتوش كده إنما هو شغب وخلاص طيب عرفنا رأي المشركين اللي قالوا ده حنى أو اشتاقى أو رجع إلى ملة أبائه من قبل وعرفنا رأي اليهود تعال بقى بص رأي المنافقين لأنه رأي عجب العجاب المنافقين بصي بقى محمد بقى حاجة من الاتنين يا إما في الأول كان صح يبقى هو دلوقتي يا جماعة غلط حلو أوي يبقى هو دلوقتي يا جماعة صح إنما في الحالتين في الأول غلط أو في الأول صح ما ينفعش يبقى نبي لأن نبي لا يخطئ لأنه كان له عنده من ربه وحي كما يزعم وكما يدعي ما كان يمكنه أن يخطئ في القبلة التي كان يصلي عليها هو ومن آمانوا به من خلفه لمدة عام ونصف شفت بقى المنافقين المنافقين قال لك ايه لو هو في الاول صح يبقى هنا القياس الفاسد عندهم فين ايه وعدتوه مني خد بالك القياس الفاسد بانهم وزنوها ما بين صح وغلط في الاول صح ولا في التاني صح في الاول غلط ولا في التاني غلط ده ميزان غلط لانه مش ده الميزان اللي بتتوزن به الاوامر الالهية كل الاوامر الالهية صح كل الاوامر الالهية صح مفيش اوامر الالهية كانت غلط وبعدين بقت صح ليه لان ربنا من حقه لانه فعل ما يريد انه ينقل التكليف من حالة الى حالة من حالة الى حالة من حالة إلى حالة وهو ده الالتزام هو ده الالتزام ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى جل وعلا فعندنا كم رأي سمعناهم ثلاث أراء الرأي الأول للمشركين اللي قالوا دحن لملة أبائه الرأي التاني لليهود اللي قالوا لو كان نبيا حقا ما طرق قبلة النبيين من قبله يعني لما كان عليها من قبل كانوا بيسمعوا الكلام والرأي التالت من المنافقين اللي قالوا في الحالتين غلط لو أولاني كان غلط وبعد كده بقى صح يبقى دوة دليل أنه ما ينفعش نبي ولو كان في الأول غلط ولو كان في الأول صح وبعد كده بقى غلط برضو ما يبقاش ينفع نبي ده رأي مين رأي المنافقين أما المؤمنين انصاعوا لله وأطاعوا الله واستجابوا لأمر ربهم إنما التلات الأولانيين ربنا سمهم اسم عجيب جدا 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 عارف إيه هو الاسم ده سمهم السفهاء يا خبر بيض استعارف السفيه ده مين بالله عليك أنا حقولها لك بالبلد كده إحنا بنقول عنه باللغة الدرجة من هو السفيه؟ طبعا في اللغة العربية الفصحة السفيه هو هو الذي حرم من الرجدي السفيه هو هو الذي حرم الرجدة أو حرم من الرجدي إيه حرم من الرجدي يعني إيه؟ يعني اتحرم من المخ اتحرم من العقل اتحرم من التفكير السديد اتحرم من تبين الطريق اللي يمشي فيه ده اسمه ايه ده اسمه سفيه اهو الله العظيم ولذلك اتخذت بالك ان سيدنا موسى لما رحل سيدنا الخضر قال له موسى هل اتبعوك على ان تعلمني مما علمت ايوه نكمل انت بقى انت حافظين صورة الكهفة على ان تعلمني مما علمت رجدة يعني عقلا واتزانا وتفكيرا وامار هو ده سيدنا موسى قال كده شفت ازاي ففي حاجة اسمه انت فكر انت اصحاب الكهف كانوا بيقولوا ايه بيدعوا ربنا بيقولوا ايه قالوا ربنا اه اتنا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبة اذا اول فتياته الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهي لنا من امرنا رشدة يا صلاة النبي الرشد غير الرجد الرشد اللي هو فعل الخير الطريق اللي وصلنا للجنة انما الرشد ده بيضمر ليه رشد معناها مخ تفكير رجل عائل ومتزن الرجل الوزنة الرجل العائل بنقول عليه عنده رشد انما الرجل الصالح بنقول عليه عنده رشد او عنده رشاد علشان كده خد بالك ربنا لما بيتكلم عن اليتامة بيقولوا وابتالوا اليتامة حتى اذا بلغوا النكاحة فان انستم منهم رشدا ما يقولش فان انستم منهم رشدا لو لقيت ان اليتام بقى عنده عقل موزون وراجح ويضر يميز الصح من الغلط الطيب من الرديق ويعرف مصلحته فين ادي له امواله باختصغر او علشان نوضح لكم المسألة ان الاسلام بيسعى دائما ان الانسان يكون عنده رشاد وعنده مخ طب لو ما عندوش مخ بنقول عليه سفيه السفيه ده ايه باللغة المصرية انا اسف يعني عشان تسمعوني واعذروني في الكلمة السفيه هو العبيت مش بنقول ده راد عبيت يعني عبيت يعني سفي علشان كده قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اللي تجعل الله لكم قيام يعني انت لو ديت لواحد فلوس رح مسكهم قطح كل ما تدينه عشرة جنيه يفرتكها قدام بينك القطح او يولع فيه هتدينه فلوس تاني لا لانك ما انستش منهم رجد فربنا بيقولوا وابتالوا اليتامة حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رجدا فدفعوا اليهم اموالهم يا صلاة النبي على النص القرآني يبقى لازم ان احنا نبقى عارفين الفرق بين السفيه والراشد العاقل المتازن ربنا بقى بيقول في القرآن ده خد بالك ده من 14 قرن وقت نزول القرآن لما تغيرت القبلة قال لك ايه بص اسمع المفاجأة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم والتي كانوا عليها ياه كان فيه سفهاء وقت نزول القرآن امار ما فيش مجتمع بيخلوا من السفهاء وهم السفهاء دول اللي بيشغبوا على اي فعل بيشغبوا على اي مصلحة بيعملوا اي مشكلة ليه يا جباعة بيعملوا كده لا انهم سفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى الصلاة المستقيم اقول لك حاجة ربنا يكفينا شر السفهاء ويجعلنا من المتأدبين مع الله عز وجل اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية اخوة الامان والاسلام على راديو تسعين تسعين وبرنامجكم لعلهم يفقهون اسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون من الذين يستمعون القولة فاتبعون احسنة وقفنا فين عند الكلام واحنا بنتكلم على تغيير القبلة باعتبار ان الحدث الابرز في شهر شعبان اعاذه الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبرقة شهر شعبان شهر القراء شهر شعبان الشهر الذي ترفع فيه الاعمال الى الله تبارك وتعالى قلتلكم انه كان المجتمع في اربع عناصر اساسية العنصر الاول كان المشركين التاني اهل الكتاب اللي هما اليهود تحديدا العنصر التالت كان المنافقين العنصر الرابع كان المؤمنين فلما تغيرت القبلة المجتمع ان اسم او الاراء تنوعت الى اربع اتجاهات اساسية الاتجاه الاول اتجاه عباد الاصنام المشركين بتوع مكة اللي قاله اه طالما غير القبلة ناحية الكعبة يبقى هو ناوي انه هو يرجع لنا او ناوي انه هو يحن لما كانت عليه قريش طيب واليهود قالوا ايه القسم التاني او الاتجاه التاني قالوا اه لو كان نبيا ما ترك قبلة النبيين من قبل قال يعني ايه لما كان بيتجي لقبلة النبيين من قبل كانوا بيتبعوه ما علينا القسم التالت المنافقين المنافقين قالوا في احتمالين احتمال انه الاول صح والاحتمال تاني انه الاول كان غلط لو كان الاول كان غلط ودلوقتي بقى صح ما ينفعش نبي لانه النبي بيوحى اليه ولو كان بيوحى اليه ما كانش غلط ولو كان الاول كان اه اه صح ودلوقتي يبقى غلط يبقى ما ينفعش يبقى نبي لانه النبي ما ينفعش يغلط في امور تعبودية فطبعا التلاتة اتجهاتهم غلط الرد على المشركين بتوع مكة انه النبي عليه الصلاة والسلام توجه الى قبلة الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام واذ يرفعوا ابراهيم القواعدة من البيت مش للاصنام الله هو انا لو شفتك طالع لقريبك في عمرات من عمرات مثلا هفترض انك انت طالع لكل شقة في العمارة وطالع بتخبط على كل واحد في العمارة اكيد انت طالع لجهة معينة فاللي بيتوجه للكعبة مين اللي قال لكم اللي بيتوجه للاصنام بيتوجه للكعبة البيت اللي بناه الخليل ابراهيم رفع قواعده الخليل ابراهيم اللي معمول قبل الخليل ابراهيم قال تعالى انه اول بيت وضع للناس لالذي ببكته مباركة وهدى للعالمين طيب الرد بقى عن اهل الكتاب اللي هما اليهود 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 مسألوش نفسهم الانبياء كانوا بتتجهل لبيت المقدس ليه؟ حاشا لله يعني حاشا لله هو ربنا ساكن في بيت المقدس اليهود هما عارفين ومدرقين انه ده شيء رمزي رمزي يعني المسألة مسألة شعيرة فكيف تريدون ان تقولوا انه لابد ان يتوجه لبيت المقدس وإلا فسدت صلاته الامر التالي ان اليهود مكنوش متصورين ان حد تاني ممكن يشاركهم في الاله هما فاكرين ان الاله بتاعهم هما هما فاكرين الرب رب بني اسرائيل بس لانهم كانوا شايفين ان هما شعب الله المختار فمش قادرين يتخيلوا ان حد تاني ينزل عليه الوحي او حد تاني يخاطبه الله عز وجل عن طريق جبريل واعتبروا ان يكون جبريل ينزل بالرسالة على النبي دي اعلان العداوة على بني اسرائيل شفت ازاي ونزلت قل من كان عدوة لله قل من كان عدوة لجبريل طيب التالت بقى يا مولانا اللي هما المنافقين اللي قالك في الاول صحي والتاني غلط والتاني الغلط بتاع المنافقين دول في ايه ان المسألة لا تتراوح ما بين الصواب والخطأ المسألة دي امر وده امر ده امر وده امر يعني بمعنى ايه افترض ان انت راكب تاكس او راكب عربية عندك سواء خاص وبتقوله ايه وديني مدان التحرير وبعدين جالك تليفون واحد عاوزك في مدان العتبة فروح تقال للسواء ايه وديني مدان العتبة من حق السواء بتاعك بقى انه يجي قولك ازاي تقولي في الاول كده وبعدين ترجع في كلامك الله ورجعت في كلامك ليه افرض ان انت بتقول لابنك عشان اضرب لك مثال قلت لابنك مثلا ايه انا ان شاء الله باذن الله يعني عاوزك تصحيني بكرة الساعة تسعة وبعدين جالك تليفون واحد قالك لا المعادة تلغى فقالك المعادة الساعة 11 فانت قلت لابنك صحيني يا ابني انا قلت لك التسعة ايوا يا ابا قلت له خلاص خلي المعادة الساعة 10 الموارد يقوله الله يبقى انت غلط يبقى في الاول كنت غلط ودلوقتي بقيت صح ولا في الاول كنت صح ودلوقتي بقيت غلط ايه ده لا هو الامر تغير من حال الى حال ومن مقام الى مقام ومن ظرف الى ظرف ومن علة الى علة انت فاكر انت لما كنا بنتضرب في العلميري واحنا في الجيش مجندين بيبقى اسمه الصول بتاع السرية الصول بتاع التعليم اللي بيعلمنا لك ايه سرية انتباه صفا انتباه صفا انتباه هنقوله ايه هنقوله لا انت قلت لصفا خلينا صفا هنقوله انت قلت انتباه خلينا انتباه يمين على اليمين در كلنا على يمين در فاكر انت فاكر الافلام اللي عملها الكوميدية بتاعت سماع الياسين دي لما كان يصور لك الموقف الكوميدي ان هو الله ما انت قلت يمين وبعدين رجعت قلت شمال وبعدين قلت شمال وبعدين قلت كده قلت يمين فكنا نضحك ليه على سماع الياسين انه مش فاهم ان ده التزام لازم يقول لك يمين او شمال لازم تسمع الكلام الموضوع ما ينفعش انك تعطارد عليه اتعلمنا في الجيش كده اتعلمنا في الميري ايام التجنيد كده ان انت يقول لك ثابت ميز خلاص المعلقة كده قدام عينك وفيها الاكل ما تقدرش تحط المعلقة بقك ده انت بس كده زي مدحف الشامع لانه قالك ثابت انتهت التزام الاوامر التزام الاوامر يقول لك كمل كمل وقف وقف خلص خلص ولذلك كان فيه امام اسمه صفيان ابن عيينة رضي الله عنه وارضاه الامام صفيان ابن عيينة ده واحد دخل عليه وقال له يا امام وكان امام صفيان ابن عيينة في ساعتها فين في الدرس بتاعه يا امام قال له نعم قال له ليست لا اله الا الله تكفي لدخول الجنة بس ايه اللي انت عمل تقول لدرس علم ودرس فقه ودرس تفسير ودرس سيرة ودرس لغة ودرس بلاغة وده انه ما لهم الكلام ده هي مش الكلمة تنزين اننا تصوره المنطق ده موجود على فكرة في كل عصر ناس دلوقتي بقول لك كده هي مش ناقي لا اله الا الله بالصالة على النبي تكفي انك تخش الجنة وخلصنا كل واحد يروح لحاله طب يفهموا ازاي فهموا ازاي قال له بص يا هذا انظر يا هذا قال له نعم يا امام قال له ان الله سبحانه وتعالى بعث نبيه بالحق أليس كذلك قال له نعم قال له من الذي امر الله به نبيه ان يبلغه للناس الرجل قال له امر الله نبيه ان يبلغ الناس انه لا اله الا الله قال له عظيم فقالها اناس فافلحوا وانتنع عنها اناس فخابوا وخسروا أليس كذلك قال له نعم حدث ذلك قال له بعد ذلك امر الله نبيه ان يأمرهم بالصلاة أليس كذلك؟ نعم قال له لو كانوا قالوا له لا أمرتنا بأن نقول لا إله إلا الله فقلناها ولن نصلي هل كانت لا إله إلا الله تنفعهم؟ لو كانوا قالوا له لا أنت قلتنا قولوا لا إله إلا الله رحنا إلينا مش هنصلي بقى أنت جاي تقول لنا كمان صلوا لا يا عم تفتكروا لا إله إلا الله كانت نفعتهم؟ قال له لا ما كانتش نفعتهم قال له طيب بعدما صلوا فأفلحوا أمر الله نبيه أن يأمرهم بالهجرة فهاجروا والله لو ما هاجروا ما نفعتهم لا إله إلا الله التي قالوها ولا نفعتهم الصلاة التي فعلوها لو قالوا لا بقول لك إيه قلتلنا قولوا لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله قلتلنا يلا نصلي قلنا لك حاضر حتيجي كمان تقول لنا هاجروا من مكة إلى المدينة إيه ده الشغلانة دي تفتكر لو كانوا عملوا كده مع النبي كانت لا إله إلا الله بتعيتهم دي نفعتهم أبدا كانت الصالة بتعيتهم دي نفعتهم أبدا طيب فلما هاجروا أمر الله نبيه أن يأمرهم بالجهاد فجاهدوا والله لو ما جاهدوا ما نفعتهم لا إله إلا الله اللي هو الإقرار الأول ما نفعهم الإقرار الأول ولا الصلاة ولا الهجرة فلما جهدوا أمر الله نبيه أن يأمرهم بالصيام فصاموا والله لو ما صاموا ما نفعهم الإقرار الأول ولا الصلاة ولا الهجرة ولا الجهاد فلما وجد الله الإيمان في قلوبهم لحد يعني آخر الحديث يقول له إبقى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينها أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام ومع برنامجكم لعلهم يفقهون على راديو تسعين تسعين إحنا تكلمنا عن الآية الكريمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكلم فيها عن الناس اللي استقبلت الأمر الإلهي فيه سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلاتهم والتي كانوا عليها فاكرين إن إحنا تكلمنا الآية دي كانت الآية 142 بمناسبة احتفالنا بتغيير بمناسبة احتفالنا بتغيير القبلة في شهر شعبان الكريم الحقيقة طبعا يعني أنا أنا ما بد مش عاوز حقق قوي بالضبط التاريخي إيه بالضبط وهل تغيرت في هذا اليوم بالذات لا أنا مش قصد ده أنا قصد أنك تشوف العبرة بتاعتها إن ربنا سبحانه وتعالى من أول ما نازل القرآن وهو بيقول لك سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلاتهم التي كانوا علي تفتكر أنا بس أسألكم سؤال تفتكر رقم واحد ليه ربنا سماهم الصفهاء دي أول حاجة ليه ربنا سماهم الصفهاء دي رقم واحد طب رقم اتنين اللي ماذا عبر بكلمة سيقول رقم تلاتة وايه سبب الكلمة من العلة البلاغية في سيقول الصفهاء من الناس اهو مثلا رقم اربعة لماذا قال القرآن قصة او قول او ذكرة قول هؤلاء الصفهاء ما دموا صفهاء طب ما دموا صفهاء يروحوا في دهية احنا عايزين لعرف عنهم ليه واحد سفيه بيتكلم اخد كلام وعمل بي ايه اه يبقى ده اصل في فن الرد على الشبهات ما تسبش الشائعة ما ينفعش تسيب الناس اللي بتطلع شائعة وتقول ايه أنا رد عليهم ليه انا رجل وصخ من نفسي انا رجل عارف انا بعمل ايه انا رجل عارف الصح الكلام ده ما ينفعش انت لازم تواجه اصحاب الشائعة لان الشائعة اذا لم تجد من يرضعها او من يواجهها بتتراكم على مر الوقت وتتحول الى حقيقة مسلمة في اذهان الناس يقول الناس كمان ليهم كنما غريبة جدا انه يقولك مهونة وفيه حال غلط كان دافع عن نفسه يقول مهونة وكان عارف انه مش غلطان كان قدر انه يعترض لا اقول واجه لازم تقول ولازم تواجه ولازم تفن دي الكلام ده طب ما انت كان ممكن ان انت تسكت عن شائعات كثيرة جدا خاصة بالالهية وبالعقيدة وبالتفصيل وبالشريعة الناس القرآن بنلاقي في خاصية ايه المواجهة المواجهة القرآن ده اسلوبه يواجه يقاوم بالحجة وبالنظرية علشان كده بيقولك ايه بيقول للنبي عزيزي وجاهدهم به جهادا كبيرة جاهدهم بالقرآن الكريم ان لازم ان انت تبين فشوف حضرتك اهتمام القرآن بالرد على ناس اسمهم سوفهاء عشان ما تطنشي وتقول لا ده سفيه انا ما ردش عليه لا يا فندم رغم انه سفيه لازم يترد عليه الامر التاني بقى شوف السين دي بتعمل ايه السين دي بتعمل ايه ده اسمها حرف استقبال السين بتحول الفعل المضارع الى حرف الى فعل مستقبلي لسه ما حصلش يعني مثلا ايه عادل يأكل خلاص عرفت ان عادل يأكل ها دلوقتي امتى امتى بيأكل بيأكل دلوقتي عادل يأكل انما لو قلتلك عادل سيأكل شوفت السين دي اللي دخلت على يأكل عملت ايه نفت الفعل في الوقت الحاضر واكدت الفعل في الزمن الايه المستقبل فلو قلتلك عادل يأكل يبقى دلوقتي ما بيأكلش انما حط بقى سين بقى قبل يأكل دي شوف بقى الشغلة تعمل ايه عادل سيأكل تمام فلان يفهم الدرس طيب حلو مواضح انه دلوقتي بيفهم الدرس ما شاء الله اللهم لك الحن انما لو قلت فلان سيفهم الدرس يبقى لسه ما حصلش دلوقتي انما حيحصل في المستقبل خد بقى عندك سيأكل سيخرج سيكتب سيكتب الى اخرة فهنا بقى ربنا قال سيقول الصفهاء يبقى وقت نزول الاية كان الصفهاء قالوا ولا ما قالوش حلو السؤال دا لأعزيز المستمع يبقى ما قالوش امالي القرآن بيعمل ايه بيعمل لك حاجة اسمها الاعجاز الاعجاز العلمي في القرآن فرح يقولك ايه سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتي بالك بالك بقى لو كان هؤلاء الصفهاء مهماش صفهاء كانوا فوتوا الفرصة على القرآن مش القرآن قال ان السفيه حيقول كيت وكيت وكيت اه القرآن قال كده طب خليك انت واعي بقى وخلي عندك مخ البعيد وما تقولش كده وكده وكده عشان تفوت الفرصة على القرآن فيقوم المسلمين يحتاروا يقولك الله ربنا قال ان في ناس حتقول كيت وكيت وما قالوش ربنا قال ان في ناس حتسأل عن سبب تغير القبلة وما قالوش عرفت في هنتني انما هم على شام صفهاء وقعوا في المطب سيقول الصفهاء من اعجاز اهو ده اعجاز تشريعي وعلمي وبياني ولغوي وبلاغي في القرآن الكريم سيقول الصفهاء من الناس طب انا عاوزك برضو تاخد بالك من السؤال طب تعالي نحلل السؤال الله يبارك لك الله يبارك لك بيقولوا ايه ما ولاهم عن قبلاتهم التي كانوا عليهم ما ولاهم المفروض لو انت بص حضرتك بص المفروض ان حضرتك لو انت يعني لو انت فيه 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 واحد دخل بيته لقدر الله اسمع دي او يركز في اللي حقوله لو واحد دخل بيته لقدر الله لقى البيت بيتحرق اللهم احفظنا واحفظ بيتكو يعني واحد لقى بيته بيتحرق ها رح واقف ورح مولع سجارة وقالك ايه يا طر الحريق ده من ايه عقب سجارة احتبال ماس اه ممكن برضو فعل فاعل اه يا عم سيبك فعل فاعل ولا ماس ولا عقب سجارة خش طفل اول وبعدين نتكلم وبعدين ايه نتكلم انما تخيل انت حضرتك واحد مثلا عرف ان اخوه اه 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 خبطته عربية في صلاح سالم ها ولحق وانزل وجره هات الاسعاف فنازل بقى يقول لي اخو ايه ايه اللي ودك صلاح سالم انت كنت رايح عندي مين على ويه اللي مشاك من صلاح يا عم سيبك انت كنت ماشي فين وقف النزيف وجب سخوك وانقذ حياته وبعد كده هبقى حقق معاه اهم دول السفهاء بقى قد المعنى اللي عاوز اوصله لك انه السفهاء غرفوا انه في امر من الله بتغيير القبلة المهم انك تلتزم وبعد كده تبقى تفهم او ما تفهمش انت وظروفك ورزقك يعني انت الراجل اللي بقول لكم اللي بيته بيهو العداء هو عاوز يسأل ليه يا ترى الحريقة ليه عقب سجارة او او تنر او ماس كهربائي او فعل فاعل يا عم خش طف الاول عشان انقاذ ما يمكن انقاذه طيب حاسمع الكلام طب دخل وطفة وحصل شوية خسائر كده ومعرفش ايه ها ومعرفش مين اللي سبب في الحريقة او مين اللي حرق البيت هتفرق حاجة لا مش تفرق حاجة ما خلاص الخسارة حصلت والحريقة حصلت المهم انه اللي يقدر يلحقه انما لو قعد يحقق في اسباب الحريقة على ما يعرف السبب يكون البيت صفي وبقى فحمة والتاني هيكون اخوه اللي اتعور ده في الطريق وهو ماشي اخوه مات وشبع موت عشان هو بيحقق هو ان لي وده اخوها شارع صلاح سالم ولا رايح لمين ولا جاه من عندي مين انا بديك امثلة عشان اقدر افهمك لو واحد طالب قعد في الامتحان والامتحان مدته تلات ساعات والده جهت قدام منه ورقة الاسئلة والطالب قعد يقول ايه هو حط السؤال ده ليه السؤال ده حطول ايه وليه ايه قصد الراجل بتاع الانتحانات انه حطلنا السؤال ده وليه شمعنا السؤال ده ومش معنا ويعمل جاوب على السؤال يعامل شغل بالاجابة هتروح تكلم نفسك على موقع اللجنة ينتهي ويسحبه منك ورقة الاجابة وتلاقي نفسك ساقت اخر السنة فانا عاوز اقول اعمل اللي عليك اعمل اللي عليك انا عجبني اول اعلان بتاع الاعلان الدستور ده يقولك اعمل الصح انزل وشارك وخلص نفسك انت هتخد دماغك وتقعد تقول لي اصل النظرية السياسية والنظرية البرجوازية والنظرية الشيكسيبرية والنظرية الدماغ انزل اعمل الصح اللي انت شايفه قوله قوله رأيك عبر عنه انما تقعد حضرتك مستخابة تحت الكنبة يبقى الكلام كده ما هوش خدوا بالكم ان احنا قبل كده مرينا بتجربة والسلبية والعزوف عن المشاركة ودتنا في دهية بسبب الدعوات السلبية لعدم المشاركة الايجابية فالمشاركة الايجابية في هذا العرس الديمقراطية اللي بتخلق وطن واللي بتعمل الصواب ما علينا نرجع مرجوعنا المولى لما يقول سيقولوا الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلاتهم التي كانوا عليها تب خد بالك بقى الدليل انهم صفهاء انه انه ما ولاهم عن قبلاتهم يعني اعترفوا انها قبلة تب ما كنتوش بتتبعوها معهم ليه عشان كده ربنا بيقول لهم ايه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاءه الى صراط المستقيم تب خد بالك ماهدي من يشاء اوعى تفتكر انه لازم يكون معناها من يشاء يعني ربنا لا يهدي اللي عايزة تهدي انا يعجبني اوي 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 ان يعود الضمير الى العبد من اليشاء البني ادم زي ما بيجي اقول للنبي عليه الصلاة والسلام انك لا تهدي من احبابته ولكن الله يهدي من يشاء الله مش من يشاء يعني ربنا بيشاء يهدي اللي ها عاوزه سبحانه وتعالى لا كانا ولكن الله يهدي من يشاء من الناس انه يتهدي ولكن الله يهدي من يشاء اللي يجيله مزاج انه يكون رجل محترم ولكن الله يهدي من يشاء يعني اللي اختار rock الهداية من الناس فكلمة من يشاء تعود على البني ادم ادي الكلام الى يجيل تامنه ادي الكلام اللي نقدر نفهمه ولذلك قال ليهدي من يشاءه الى صلاة المستقيم وكذلك جعلناكم امة وسطان لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة. خد بالك بقى الشهادة بتاعتك بتنشأ امتى? امتى يكون الشاهد شاهد? ممكن اسألك سؤال? امتى تقبل شهادة الشاهد? لما ما تكونش شهادته مجروحة? ها? اظنني كده الكلام بسيط. لو القاضي لقى شهادة الشاهد مجروحة. ها? قل لي بقى بالله عليك. هيقبل شهادته لا. طب شهادة الشهادة هتبقى مجروحة امتى? لما تكون ليه مصلحة مع اللي بيشهد لصالحه. ادي واحد. والتانية لما يكون الشاهد نفسه متهم بنفس الجريمة. يعني فرض القاضي بيحقق في او في محاكمة في قضية رشوة. وجه الشاهد كان ممسوك في رشوة. هتنفع شهادته? ما خلاص. ده هو مجروح فيه. علشان كده عشان تكونوا شهداء. ربنا قال لي تكونوا شهداء على الناس. لازم نكون مغلطناش الاخطاء او ما عملناش الزنوب او المعاصي او الكبائر او المصائب اللي وقعت فيها امم اخرى. الحقيقة طبعا فيه كلام كتير بيتقال في الموضوع لكن انا بس عاوز افكركم ان تغيير القبلة هو علامة على مجتمع منتظم. وعلامة على على انسان بيسمع ويطيع واذكوروا نعمات الله عليكم ومي ثقه الذي وثقكم بي اذ قلتم سمعنا واطعنا. البعض بيفهم انه هذا الكلام الغاء للعقل. لا. العقل بيقول ان احنا لازم كلنا نكون زي ما ارى لله عز وجل واعتصمه بحبل الله جميعا ولا تفرقه. ان احنا كلنا نبقى متحدين. سواء كنا متفقين في الرأي مع بعض او مختلفين في الرأي مع بعض. اختلاف الرأي هي وجهات نظر. وتعدد وجهات النظر هي لتصنع المجتمع الامن والسليم. اعرف ان الاختلاف ده نعمة من الله. ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصرانا. وان يحفظ علينا اوطانانا. اللهم احفظ وطانانا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء برحمتك يا رب العالمين. وحد صفوفانا. دمت جراحانا. ارحم شهداءنا. اهدي العصات فينا. اهدي ابناءنا. ارحم اباءنا. خذ بأيدينا اليك اخذ الكرام عليك. اجعل جمعنا يا ربنا جمعا مرحومة. وتفرقنا من بعدي تفرقا معصومة. ولا تدع فينا. ولا منا. ولا بيننا. ولا حولنا. شقيا ولا محرومة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه. وسلم.